درسنا النهاردة درسه مهم جدا لانه انا حاولت اعمل ثلاث دروس مع بعض في نفس الدرس في وقت قصير اول درسه هو اربعين فعل منتظم وغير منتظم لان الناس كانت طربت مني الافعال فجبت اربعين فعل منتظم وغير منتظم في التصريف الاول والتاني والتالت ركز معايا في النطق تاني درسه هو استخدام الاربعين فعل دول في ستين تعبير عن الاعمال المنزلية اليومية وبكده مش هننسى الافعال دي بسهولة تالت درس وهو استخدام الستين تعبير في خمس ازمنة فهيبقى عندنا مئات الجمل والتعبيرات اللي ممكن تساعدنا في وقت قصير جدا ان احنا نتكلم احسن ويبقى عندنا معلومات اكتر حتى لو تعرف بعض الافعال منهم ركز في النطق وكرر وهتلاقي افعال وتعبيرات جديدة اللي فاكر موضوع انه ينطق صعب اعمل اللي بقولك عليه وانا عارف ازاي نطقك حتى لو اونلاين ولو حتى مستوىك متقدم عارف ازاي اضيف لك معلومات جديدة بناء على خبرة تدريس دولية سنين طويلة اكيد انا عارف ازاي انطق اللي عنده مشكلة في انه ينطق واضيف للمتقدم اتمنى ان تستمتعوا بالدرس جاهزوا نفسكم واستعدوا وانت بتسمع كرر هتديك فرصة انك تكرر تعلم اللغة الانجليزية او نطق اللغة الانجليزية مرتبط جدا بالاستماع لان اللغة الانجليزية كتابتها مختلف عن كرائتها مزي العربي اللغة العربية بتقرأ كما تكتب لكن اللغة الانجليزية لان فيها حروف فاوز حروف متحركة والحروف الفاوز خمس حروف لكن بيطلعوا واحد وعشرين صوت يعني فاذا الموضوع في اللغة الانجليزية بالغير ما ندخل في الفوناتكس هندخل في دروس الفوناتكس في المستقبل هفهمكم كل حاجة بالتفصيل لكن حاليا عشان تحسن نطقك او القعدة والقعدة الذهبية للنطق هي ودنك زي ما بتسمع قول فالناس اللي بتقول نطبع الورق ونذاكر مش طريقة كويسة بالنسبة للغة الانجليزية انا رأيي ان انت لو عايز تحقق نطق كويس لازم كل مرة بتذكر فيها تسمع يعني شغل فيديو تاني وتفرج عليه تاني وكرر انما تذاكر بالورق وتطبع دي طريقة تقليدية مش هتبقى فعالة قوي ده نصيحة ديك وبالعكس هتخليك تنطق بشكل غلط ويعني انصحك بالاستماع هنبدأ بالاربعين فعل اللي عندنا الاربعين فعل وبعد كده هناخد الاعمال المنزلية المرتبطة بالافعال دي الافعال مرتبطة بشغل البيت انا هقول مرتين كل فعل وركز في المرة فعل مرتبطة بشغل البيت كوكت بشغل البيت كوكت بشغل البيت Do, Did, Done Rinse, Rinsed, Rinsed Dry, Dried, Dried Dry, Dried, Dried Put, Put, Put No change Put, Put, Put Clean, Cleaned, Cleaned Sweep, Swept, Swept Sweep, Swept, Swept Mob, Mob Mob, Mob Mob, Mob Mob Vacuum Vacuumed Vacuum, Vacuumed Vacuumed Vacuum Vacuumed Scrapped صرف عميزي 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 brushed bomb comb study studied studied go done gone go went gone eat ate eaten eat ate eaten watch watched 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 call called called call called called make made made make made made talk talked talked talk talked talked take took taken took took taken took changed 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 surf 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 play, played, played helped, helped, helped feed, fed, fed feed, fed, fed water, watered, watered water, watered, watered set, set, set no change, set, set, set clear, cleared, cleared clear, cleared, cleared packed, packed, packed packed, packed, packed chat, chatted, chatted chat, chatted, chatted in fast speaking chat, chatted, chatted hang, hung, hung hang, hung, hung picked, picked, picked picked, picked, picked picked, picked wiped, wiped, wiped wiped, wiped, wiped download, download it, download it download, download it, download it upload, upload it, upload it upload, upload it, upload it alright, now let's talk about using these verbs in four tenses in five tenses خلونا نتكلم عن استخدامات الأفعال دي في خمس أزمينة زي ما اتفقنا وبعد كده ناخد الأعمال الروتينية المنزلية لو استخدمت ده يبقى كده يبقى حقيقة يبقى التصريف الأول يبقى حقيقة يبقى بطبخ الغداء كل يوم حقيقة لو استخدمت ده يبقى حاجة حصلت في الماضي وانتهت خلاص لو future بجيب will قبل ده will هنا will cook بس ده will cook لو present continuous بجيب am is r هنا و ing هنا i am cooking طب التصريف الثالث ده بيستخدم في ايه لو فيه have وهاز بجيب الثالث يعني i have cooked i have done ده present perfect مضارع تام وده له استخدمات كتير هندرسها في زمن المضارع التام بس محتاجة درس خاص بال present perfect لانه له ست سبع استخدمات مهمين present perfect اللي هو have أو has والتصريف الثالث ده عالاقل عرفنا دلوقتي واحد من الاستخدامات التصريف الثالث بيجي في الازمينة التامة بعد هاف وهاز وبعد هاد او رايت وهنشوف استخداماتهم لانه زمن كبير او رايت طب تعالوا نبص كده more details اهو فعلي زي play يلعب الماضي التصريف الثاني played والتصريف الثالث played طيب المضارع البسيط play اللي هو ده الماضي البسيط played اللي هو ده المستقبل will play اللي هو will زي الده يبقى المضارع ده الماضي ده المستقبل will ده المضارع المستمر m is r زي الده و ing هنا m is r و play برضو ing play 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 present play played past will play future play play community am i s r i n g may sounds التالت ده لو have و has تجيب التصريف التالت لو had التصريف التالت وفي استخدامات تانية له بس احنا دلوقت حاليا هنركز على الاستخدام بتاع الزمن اللي هو بتاع present perfect ها سنجد المسال في جملة مضارع بسيط ماضي بسيط مارس لعبت تنس في الماضي انا هلعب تنس في المستقبل اهو زي الده انا بمارس لعب التنس الان بلعب دلوقتي حاليا واحد من استخداماته انه بعبر عن دلوقتي حاليا يبقى have دي وراها التصريف التالت ده عشان هو منتظم في الافعال المنتظمة التانية زي التالت بالايدي لكن في الافعال الغير منتظمة بيختلف طيب نشوف على فعل غير منتظم اهو زي ايت 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 تصريف اول تاني تالت انا بقى اطبق لكم على الافعال اللي احنا درسناها تعمل عليها نفس الحاجة تبقى الاربع ازمينة تبقى الخمس ازمينة تبقى اتناشر زمن هندرسهم بالتفصيل واقفية ومملكهم قويس جدا بس ماهد دلوقتي انا اكل الغداء ايت تصريف الاول طب انا اكلت الغداء بالتصريف التاني ايت طيب هاكل الغداء زي التصريف الاول تبقى اكل دلوقتي حالا يبقى ام از ار وايت وماها اي ام جي ام از ار ايت ايت اي ام ايت لانش اهو اي ايت لانش يبقى بتغدى دايما اي ايت لانش انا اتغديت in the past اي اي ايت لانش future اي ام ايت لانش يبقى باكل الغداء دلوقتي حالا مثلا من استخدماته طب امت استخدم ده لو فيه هاو هاس اجيب ده مثلا ده واحد من استخدمات التصريف التالت ده لو هاس يبقى التصريف التالت على طول من ضمن استخدماته التصريف التالت من ضمن استخدماته في حالة المضارعة التالية وبيعبر حاجات كتير جدا لو ستة او سبع استخدمات هنتكلم فيهم بالتفصيل في زمن في الدروس اللي جاي اوكي يجارق على الاقل اللي عرفنا الخمس تركيبة الخمس ازمنة ممكن نطبق الخمس ازمنة دول على اي فعل من الافعال اللي احنا درسناها دي يعني انا اطبخ الغداء كل يوم طب انا طبخت الغداء مبارح طب انا هطبخ الغداء في المستقبل طب انا طبخت يعني بطبخ دلوقت حالا ثم انا طبخت مدرع تانا بال عشان دي تبقى جملة لازم فاعل في الاول ده فاعل دو يفعل ومفعول به يعني سبجكت يبقى انا اسني السبجكت يبقى انا اسني السبجكت الفاعل يبقى ممكن الفاعل يكون اسم او ضمير يعني ممكن يكون ممكن يكون سيرا او شي ممكن يكون يعني اسم او ضمير في الاول وبعدين البرب وبعدين الابجكت خلاص سهلا يعني انا اعمل شغل البيت ممكن نطبق عليها الماضي الماضي بتاعت دو خدناه عملت شغل البيت طب انا هعمله طب انا بعمله دلوقتي حالا وحط اي نجي طب عملت بالمضارع التان بقى بغض النظر ان احنا مخدناش استخداماته بس على القلق قارفنا تركيبه وهذا والتصريف التالي التصريف التالي بقى بتاعتها ممكن نطبق على الستين تعبير دول اللي هناخدهم الخمسة يبقى ستين في خمسة بتلتميت جملة دلوقتي وممكن نعمل خمسمية كمان لو غيرنا حاجات معينة هنا يعني كوك بيتزا مثلا ممكن كوك بيتزا بدل كوك لانتش نقول كوك بيتزا يبقى عرفنا ممكن نعمل الف جملة من اللي احنا قد ندى دلوقتي حالا لو انت باسك انك انت تقدر تعملها تقدر تعملها انا هقول مرتين كل التعبير وتقدر ما تفكرش انك عشان سمحها وسهلة في السمع ان انت ممكن تقولها حاول تقولها عشان ما خارجي الالفظ ثقافي delicious dishes bake a cake bake a cake bake a cake wash the dishes wash the dishes wash the dishes do the washing up do the washing up rinse the dishes rinse the dishes dry the dishes dry the dishes dry the dishes put away the dishes put away the dishes. Clean the house. Clean the house. Clean the house. Sweep the floor. Sweep the floor. Mub the floor. Mub the floor. Vacuum the carpets. Vacuum the carpets. Vacuum the carpets. Vacuum the carpets. Dust the furniture. Dust the furniture. 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 Scrub the sink. Scrub the sink. Scrub the sink. Yeah. Do the laundry. Do the laundry. Iron the clothes. Iron the clothes. Fold the clothes. Fold the clothes. Do the homework. Do the homework. Listen to music. Listen to music. Tidy the room. Tidy the room. Brush my hair. Brush my hair. Brush my teeth. Brush my teeth. Comb my hair. Comb my hair. Study my lessons. Study my lessons. Go to bed. Go to bed. Sleep. Sleep. Go to bed. eat dinner. Eat dinner. Watch TV. Watch TV. Call friends. Call friends. Make phone calls. Make phone calls. Talk on the phone. Talk on the phone. Take a shower. Take a shower. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Take a nap. Take a nap. change my clothes. Change my clothes. Close. Like close the door. Same pronunciation but different spelling. نفس النطق لكن الكتابة مختلفة في الامريكان ممكن نقول على دي close. Close. Yeah. Change my clothes. Put on my jacket. Put on my jacket. Take off my jacket. Take off my jacket. Take off my jacket. Go online. Go online. Go online. Go online. Surf the internet. Surf the internet. Surf the internet. Surf the internet. Play video games. Play video games. Play تي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر the clothes, pick up the books, pick up the books, wipe off the counter, wipe off the counter, all right download a video download a video upload a video upload a video all right see now you know how to make five tenses in terms of the moment you know how to make it, you know how to make it all the comments comments you know how to make it you can do a mas you can do a a mas or a mas a mas اعملهم في ورقمهم خمس اعمال منزلية روتينية انت بتعملهم يوميا او كل فترة في البيت وانا هصلى حملك وابقى ارد عليك تاني وبكده يبقى بساعدك في عن بعد. عايزكم تعتبروا الدرس ده مرجع للتعبيرات الخاصة بشكل البيت وما تتفرجش عليه مرة لا ان شاء الله تتفرج عليه مرة كل يوم لحد ما المعلومة تثبت. god bless you all thank you very much